أداة رسمية من جوجل للتحكم في جهاز اللابتوب أو الكمبيوتر عن بعد يعني بكل بساطة الأداة اللي هنتكلم عنها النهاردة هي من شركة جوجل نفسها يعني موثوقة تقدر أن أنت تعرض جهاز اللابتوب أو الكمبيوتر على الموبايل الخاص بيك أو تفتح اللابتوب أو الكمبيوتر على كمبيوتر آخر عن بعد وركز معي لنهاية الفيديو لأن في برنامج تاني أنا جربته وحصل مشكلة كبيرة خليني أعرفك بعد الانتهاء من الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واربكم بخير وسعالة دايماً أهلاً بكل المتابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب في فيديو النهاردة بنتعرف على أداة مميزة جداً وبسيطة جداً وموثوق منها من شركة جوجل نفسها لعرض اللابتوب أو الكمبيوتر على الموبايل الخاص بيك أو أن أنت مثلاً داخل مع حد وعايز تحلل له مشكلة فحابب أن أنت تفتح اللابتوب لهذا الشخص عندك على موبايلك أو على اللابتوب الخاص بيك وخلينا أقول لك كمان وأنصحك بأن أي برنامج تستخدمه لعرض مثلاً اللابتوب على الموبايل أو عرض اللابتوب على لابتوب آخر بيكون خطير جداً لو البرنامج ليس موثوق فأنت ممكن يحدث لك مشكلة فإحنا مع بعض النهاردة في برنامج موثوق من شركة جوجل نفسها هعرفك التفاصيل وهوضح لك بشكل عملي إزاي تعمل connection أو تعمل عرض لللابتوب على الموبايل أو من اللابتوب على لابتوب آخر وهكذا وركز معي لنهاية الفيديو لأن في تطبيق أو برنامج في ناس تكلموا عنه وعملوا عنه شروحات والتطبيق ده لو أنت نزلته عندك أو ثبتته عندك ممكن يعمل لك مشكلة كبيرة هوضح لك في نهاية الفيديو زي ما أنتوا شايفين ده جهاز اللابتوب الخاص بيه وده الموبايل الخاص بيه فأنا عايز دلوقتي أعمل معكم تجربة أن احنا نعرض اللابتوب ده على الموبايل بدون توصيل يعني بدون ما أننا أعمل توصيل ما بينهم لا وكمان ليس شبكة النت نفسها ما فيش أي مشكلة يعني عن بعد يعني ممكن دولة في دولة يعني ممكن شخص موجود في دولة عنده لابتوب أو الكمبيوتر وأنا عايز أفتح الجهاز بتاعه ده عندي على الموبايل أو على اللابتوب الخاص بيه يريدنا استخدم هذا الأمر لأشياء يعني حلال وقانونية علشان الأشياء ديت يا جماعة بيكون فيها مشاكل أن واحد يفتح جهازك عنده وبالتالي ممكن يمسح حاجات ينقل حاجات يشوف المعروض عندك في خصوصيتك على الموبايل فبالتالي يكونوا حارسين أنت جهازك بتفتحه عند مين فهذا الفيديو هو بغرض التعليم فقط وليس لشيء آخر هنبدأ أن احنا نفتح متصفح جوجل كروم ونكتب كده هنا في البحث كروم ريموت ديسك توب خلي بالك هنا ظهر عندك هوت بيقولك كروم ريموت ديسك توب هي أداة برنامج سطح مكتب عن بعد تم تطويرها بواسطة جوجل فأنت في أمان مع جوجل والتي تتيح للمستخدم التحكم عن بعد في سطح مكتب كمبيوتر آخر من خلال بروتوكول خاص تم تطويره أيضا من قبل جوجل بعد ما كتبنا هنا في البحث كروم ريموت ديسك توب هنبدأ أن احنا نضغط هنا على نتيجة البحث الأولى هيظهر قدامنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده تقدر أن انت تعرض جهازك جهاز اللي بتوب الخاص بيك عند شخص آخر والشخص الآخر ده ممكن كمان أنه يعرض الجهاز اللي هو الخاص به عندك انت زي ما انتوا شايفين كده أنا قدامي دلوقتي على الخيار الأول اللي هو إمكانية الدخول عن بعد إعداد إمكانية الوصول عن بعد هبدأ أن أنا أضغط هنا على السهم ولكن عندي تحت هنا بيقول لك هل تريد تثبيت سطح المكتب هبدأ أن أنا يعني إيه هضغط هنا على تثبيت أول حاجة وهضغط على إنستول علشان يبدأ يثبت لي على الجهاز لو رجعت كده لي الدسك توب هلاقي أن هو ثبتها لي هنا هوت على الدسك توب يعني سطح المكتب عن بعد بقت موجودة كأداة كده على أو اختصار موجود على سطح المكتب عندي على اللابتوب أرجح تاني هبدأ أن أنا بعد كده أضغط على السهم ده بيقول لك هنا كوروم ريبوت دسك توب بيبدأ أن هو يعمل لي كده إضافة مع متصفح جوجل كوروم أضغط عليها على الإضافة وهقول له add extension لو يعني يبدأ يضفها لي كأداة أو كإضافة مع متصفح جوجل كوروم لو أنا عايز أتأكد أن الإضافة خلاص تمت ولا لأ بضغط على النقاط اللي فوق ديت وباجي هنا على اللي هو extension وبقول هنا manage extensions بلاقي عندي هنا الإضافة هي موجودة اللي هي كوروم ريموت دسك توب خلاص كده في عندي هنا موجود زي ما انتم شايفين كده مشاركة هذه الشاشة ده لو أنا الرمز هطلعه علشان أشارك اللابتوب ده على الموبايل أو على جهاز لابتوب أو كمبيوتر آخر وفي عندي هنا بيقول لك الاتصال بجهاز كمبيوتر آخر ده هستخدمه في إيه؟ إن الشخص نفسه لو أنا عايز أن أنا أعرض جهازه عندي على اللابتوب فهو هيعمل لي رمز زي ده كده إنشاء رمز ويبدأ يعطيني الرمز ده أدخله هنا فالمفترض حاليا أن أنا عايز أعمل إيه؟ أنا حاليا في الوضع بتاعي في شرح النهاردة عايز أن أنا أنشئ رمز هنا بحيث أن الرمز ده أخذه وأبدأ أن أنا أستخدمه مع الموبايل بحيث أن أنا أعرض اللابتوب على الموبايل فأضغط هنا على إنشاء رمز علشان أعمل مشاركة لهذه الشاشة على الموبايل عمل لي رمز خلاصة هوت موجود هبدأ أن أنا أخذه أستخدمه على الموبايل فإيه المطلوب مني أن أنا أعمله دلوقتي؟ المفترض أن أنا أدخل على المتجر الخاص بالموبايل وأبدأ أن أنا أكتب نفس الشيء اللي هو كوروم ريموت أدخل على المتجر على الموبايل هفتح المتجر وأجي هنا في البحث وهكتب إيه؟ اللي هو كوروم ريموت ديسك توب. وهبدأ ان انا اضغط على تثبيت. يبدأ ان هو يثبت لي الاداة دهية على الموبايل. بعد كده بضغط على فتح. بيجي لك هنا كده خيارين زي ما انتم شايفين. اده الخيار الاول واده الخيار الثاني. هاخد الخيار ده اللي هو يمكنك الوصول الى الكمبيوتر الخاص بك. بشكل امن من اي مكان باستخدام هاتفك. هبدأ ان انا اضغط هنا على الوصول الى جهاز الكمبيوتر. اضغط عليها. بيجي لي بالشكل ده كده. هبدأ ان انا برضه اضغط على اللي هو الدعم. اللي هو الاختيار اللي هو الخيار الثاني. وهاجي هنا كده. الا بيقول لي ايه? بيجي لي نفس الشاشة اللي هي كانت موجودة هناك على اللابتوب. اللي هي بيقول لي هنا الاتصال بجهاز كمبيوتر اخر هبدأ ان انا ادخل الرمز هنا. طيب خليني اجيب بقى الرمز وادخله هنا على الموبايل. زي ما انتم شايفين كده ده اللابتوب. وده الموبايل. هاخد الرمز ده كده نسخ. وهبدأ ان انا احطه على ايه? على الموبايل. اجي هنا كده واعمل له لسق. وهقول له اتصال اتصال يعني ايه يعني المفترض دلوقتي اننا اللابتوب ده كله كاملا يتم عرضه على الموبايل اضغط على اتصال جالي اشعار هنا على اللابتوب بيقولك ان انت هتعمل مشاركة الجهاز ده على الموبايل اوكي ولا لا بقوله نعم مشاركة شير قالك حاليا ان الجهاز اللابتوب تم مشاركته مع الموبايل خلينا صغر الشاشة كده اضغط هنا على فتح تاني شايفين يا جماعة جهاز اللابتوب معروض كاملا على الموبايل اه زي ما انتوا شايفين تمام يعني انا حاليا لو عملت اي حاجة هنا على الديسكتوب شايفين تيجي على الموبايل خلينا كده نكبر نقل بالشاشة كابتاع الموبايل ده الموبايل هوت اللابتوب حاليا اصبح كاملا معروض على شاشة الموبايل اقدر ان انا شغل اي حاجة حاليا على اللابتوب بتظهر على الموبايل تظهر بالصوت والصورة يعني لو انا شغلت فيديو شغلت مقطع صوت عملت اي حاجة تظهر على الموبايل وعن بعد يعني مش شرط انك تكون موصل بالموبايل باللابتوب. شايفين ما اعمله او ما افعله او ما اعرضه على اللابتوب يظهر مباشرة على الموبايل. لا في الاي ويندو تتفتح معي تتقفل بتظهر معي مباشرة مفيش اي تأخير اهوت. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. فديت اداة موثوقة من شركة جوجل نفسها. وطبعا عندك اختصار اهوت اصبح موجودة على سطح المكتب. تقدر تفتحه كده وتتحكم من هنا بشكل كامل. عندك حاجة تانية فيه هنا. فيه اشياء تانية موجودة. تمام? عندك امكانية الدخول وعندك التحكم اللي هو اللي احنا عملناه اللي هو الدعم البعيد. وفيه عندك بدء الاعداد باستخدام البرتوكول. فيه عندك اكثر من شيء هنا ولكن احنا حاليا فقط استخدمنا الحاجة اللي هي ايه اللي احنا عايزينها وهي عرض اللابتوب او الكمبيوتر على الموبايل. من خلال استخدمنا اللي هو امكانية الدخول عن بعد. وبعد كده استخدمنا اللي هو ايه اللي هو الدعم البعيد. يعني انا ببساطة خالص حاليا لو حد مثلا عنده مشكلة في جهازه وعايز ان انا اشوف اه جهازه عندي تمام لو هو طبعا بيثق فيه فابدأ ان هو اخليه ينزل اداة زيدية اللي هو التحكم عن بعد عن طريق هذه الاداة ويبدأ انه يفتحه ويدني اه يضغط هو عنده على انشاء رمز ويبدأ يدين الرمز ادخله هنا يروح له اشعار يوافق يبقى انا شايف الجهاز بتاعه عندي بس بشرط ان انت تعمل هذا الكلام مع شخص انت بتثق فيه ولو انت عايز جهازك انت تعطيه للشخص انه يفتحه عنده ففي هذه الحالة هتضغط على انشاء رمز ولو انت عايز توقف المشاركة هتضغط هنا على بالشكل ده كده يبدأ ان هو يخرج من المشاركة حاولت ان انا كمان اعرض الموبايل على اللابتوب من خلال هذه الاداة من شركة جوجل طبعا مفترض مشاركة هذه الشاشة اضغط على السهم ده زي ما انتم شايفين كده هضغط على السهم ده ويبدأ المفترض ان هو يعمل لنفس الحركة تمام ان هو يعرض للموبايل على اللابتوب ولكن هنا قالك ان الاداة دية ما شفى ان انا ضفها هنا على متصفح جوجل كوروم قالك غير متاحة حاليا اهو بيقولك هنا غير متاحة حاليا يعني انا مش قادر ان انا استخدمها ان انا اعرض الموبايل على اللابتوب ولكن العكس اوكي اللابتوب او الكمبيوتر على الموبايل ما فيش اي مشكلة اللابتوب او الكمبيوتر على الكمبيوتر اخر او لابتوب اخر مفيش مشكلة يعني ممكن مثلا تستخدمه بغرض تعليمي ان انت بتحل المشكلة للشخص او ممكن مثلا ان انت بتلعب او بتعمل حاجة على اللابتوب وعايز حد تاني يشوفها على الموبايل اه او ان انت فتح اللابتوب وبتتحكم فيها على طريق الموبايل والله يشوف بقية انت ممكن تستخدم هذه الاشياء في ايه ممكن مثلا تعمل او تعمل حاجة على اللابتوب وتطلع بث مباشر من الموبايل يعني تبدأ تعرض شاشة اللابتوب على الموبايل وتبدأ تطلع البث المباشر من الموبايل ممكن تلعب على اللابتوب وتعمل البث المباشر من الموبايل يعني ممكن تعمل حاجات كتيرة جدا وتتحكم بشكل كامل يعني اعرف المعلومة وابدأ انت شوف هتستخدمها في ايه هل في تطبيقات اخرى لعمل هذا الامر نعم في تطبيقات كثيرة ولكن انا ده اشوف النوع كويس لانه هو من شركة جوجل في تطبيق اخر يا جماعة انا يعني استخدمته وجربته تمام اللي هو اسمه اني ديسك اللي شايفينه ده تمام ده برضو بتنزله طبعا هنا على اللابتوب او الكمبيوتر وده طبعا تطبيق الماني تمام للتحكم تمام خدمة خدمة التحكم بسطح المكتب عن بعد شركة المانية عملاه فتقدر ان انت تعمل مشاركة ما بين برضو اللابتوب والموبايل ولكن انا بصراحة يعني لا اضمن هذا التطبيق طيب انا جربته ونزلته على الموبايل بمجرد بان انا ثبتت على الموبايل والله هذا ما حدث معي فبحاول ادخل على حسابي البنكي انا موجود برا مصر بحاول ادخل على حسابي البنكي تطبيق يعني البنكي وكده اللي هم تطبيق البنكي مش راضي يفتح كل ما عمل يروح جاي خارج وراح جاي حسابي البنكي اللي هو التطبيق واقف ما بيشتغلش فبعدها خلاص قلت اشوف كده يمكن مثلا فيه تحديثات في التطبيق ولا شي مش واخد بالي ان انا اصلا بنزل التطبيق ده عندي على الجهاز بصراحة بعد شوية كده لقيت جال اتصال من البنك خدمة العملة بالبنك تمام كده بيقول لي ان انا موظف من البنك كزا وقال لي اسم البنك وان هو مختص بالاحتيال والاشياء ديات يعني اللي هو الاحتيال والنصب والتهكير والكلام ده طوله تفضل قال لي انت حاولت تسجل دخول حالا من التطبيق الخاص بنا بالبنك قلت له نعم قال لي طيب انت عندك في جهازك في تطبيق اسمه ديسك قال لي عليه قال لي ده عندك على جهازك ولازم ان انت تشيله من الجهاز قال لي لان ده حاليا احنا وقفنا حسابك البنكي بشكل مؤقت 24 ساعة تمام لاغراض امنية لان التطبيق ده تمام يعني ممكن يسبب مشكلة قال لي في ناس بتنزلوا كده بس ممكن يسبب مشكلة ده اللي حصل ليه بقت ان هم خايفين او مقلقين من هذا التطبيق انا كطرف كصاحب الحساب البنكي مثلا وفيه البنك كطرف وفيه ده كمان هيبقى طرف ثالث هيبقى شايف كل حاجة بتتعرض عندي على الجهاز فهم قلقوا منه انه فيه ثيرد برتي او فيه طرف اخر هيكون يعني ايه شايف شاشة الجهاز فانا بفتح التطبيق بتاع البنك مثلا بدخل كود بيجي لرسالة كل ده هيكون التطبيق شايفه عشان كده الخدمة العملة في البنك المختصة بالاحتيال والنصب والتهكير قالوا لي احذف هذا التطبيق تمام علشان ده يعني ايه لا غرض امنية يعني عشان تكون بشكل امن او تكون امن بشكل اكثر فانا بصراحة اروحت جاي داخل حسفه من على الموبايل مباشرة وان كان ممكن فيه ناس يكون بتستخدمه لو فيه حد بيستخدمه يكتبونه في التعليقات يعني انا بس هم اروه كده يعني البنك اراه كده تخيل البنك عرف ايه البرنامج اللي موجود عندي يعني ما قلش اسم اخر قال لي عندك برنامج اسمه كذا فطبعا دي ات يعني حاجة جميلة جدا لاغراض امنية وممكن تكون فيه ناس بتستخدمه وانا لا يعني اقول ان البرنامج ده وحش او كويس ولكن بقولكم ان التطبيقات بتاعة عرض شاشة على شاشة بتكون فيها خطورة جمدة جدا لازم ان انت تاخد بالك لان تخيل تطبيق الحساب البنكي كل حاجة اي رسال اي شيء بيكون فيه مرنامج او تطبيق شايفها عندك على الجهاز فلازم ان انت تكون عارف التطبيق ده ثقة ولا لا لما يكون حاجة من شركة جوجل او من الشركات المعروفة بتكون امنة بالنسبانها من شركات اخرى فلازم ان انت تكون واخد بالك تحياتي لكم اتمنى لكم التفيق والسعادة ولولي في تعليقات هذا الفيديو يعني ايه المعلومة انت اطلحت بيها وهل البرنامج ده او الادها دي كنت تعرفه ولا لا لعرض شاشة اللابتوب او الكمبيوتر على لابتوب او كمبيوتر اخر او على الموبايل لو انت محتاج برنامج او تطبيق معين ويعني وانا ما شرحتوش على القناة اكتب لي في تعليقات هذا الفيديو وان شاء الله بنعمل عنه فيديو ستجد في وصف هذا الفيديو في تعليقه المثبت اهم الفيديوهات التي تفيدك كمنشئ محتوى مع السلامة